كل سنة وانتوا طيبين الحقيقة وطبعا عيد سعيد على الجميع لكل اللي بيشوفنا غدا هو اول ايام عيد الفطر المبارك خلينا كمان احنا ناخد بقى ايه هدية العيد هدية العيد الاعمال الحلوة اللي تقدمت على شاشة رمضان ونروح مع النقدة الفنية بمجلة روسل يوسف الاستاذة شايماء سليم علشان نعمل حصات كده عن كل الحاجات اللي احنا تبعها مساء الخير وكل سنة وانتوا طيبة وعيد سعيد عليك وحضرتك طيبة طبعا احنا عندنا حصات حلوة وعندنا اعمال كتير هلوة خلينا بسرعة كده نقول الاعمال اللي قدمت قضايا فبنتكلم على عملة ندرة بنتكلم على حضرة العمدة بنتكلم على تحت الوسائل تمام هو في الاول بس احنا عايزين نعترف ان السنة دي او 2023 موسم رمضان ما كانش فيه عمل سيء الاعمال كلها اقل مستوى لها مستوى جاي تاني حاجة بالنسبة للتلات عمال حضرتك اشارت ليهم هم فيهم تلات قضايا مهمين جدا يخصوا المرأة وفيهم اشارة القوانين تعصفية شوية ضد المرأة وخاصة الارمال فتحت الوسائل انا شايفة ان جايز او اتمنى طبعا ان يحصل تعديل القانون الوسائل وفاة الام بعد وفاة الاب دي فزي ما اريده حلا كده ادر الفيلم ان هو يعادل القانون زي ما فاتن امل حربي بالعام بالماضي زي فاتن امل حربي طب هل هنا اقدر احط انا عنوان واقول تنتصر الدراما للعام التاني على التوالي ايضا بعرض قضايا مهمة للمرأة تطرح على المجتمع وتطرح ايضا على المعنيين طبعا احنا اولا احنا عندنا نجمات بيقدموا مسلسلات لرمضان كل سنة الفكرة ان هما عندهم شعبية كبيرة جدا على الارض زي نيلي كريم ومنازكي فلما يجوا يقدموا كمان عمل في قضية او في طرح القضية مهمة وعايزين نحل القضية دي او عايزين نبدأ على الاقل نتكلم عنها بصوت عالي فده معناه ان هو هيحقق شعبية وهيحقق بالتالي بالضرورة يعني استجابة ما نتمنى ان هي تكون حصلة فطبعا زي ما حضرتك قلتي الاعمال دي بتطرح القضية المهمة بتطرح قضية اللي تخص المرأة سواء المطلقة الارمالة ولازم طبعا يعني لازم يحصل استجابة فورية لها طيب خليني يعني اذا خلينا ناخد هنا اول عنوان في الحصاد ونقول تنتصر الدراما اكيد انتصر للعام التاني على التولي عايزة روح للاعمال الاكثر جماهرية يعني ما نقدرش نغفل ابدا جعفر العمدة اللي يمكن المسلسل اللي محقق جماهرية شديدة جدا في كافة المستويات والاعمار والناس وفي خلطة كده شدة الناس بشكل جهير خلينا نعترف برضو بحاجة تاني ان مش كل الاعمال الدرامية اللي بتقدم لازم يكون دورها فكر او تحريك قضايا او الحديث عن قضايا برضو من اهداف الفن التسلية والمتعة والناس تنبسط فجعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي ميلودرامي عادي جدا ما فيهوش فكر كتير ما فيهوش حاجات كتير بس هو مسلسل في نهاية مسلي وممتع وده طبعا هدف نبيل برضو هل ممكن اخد المشهد بالامس بتاع احدى زوجات العمدة يعني منا فضاليا عملت مشهد حلو جدا اللي هي رفضت ان تكون المرأة جارية لرجل يتزوج اربعة المشهد ده برضو ينتصر للمرأة بسيك لما طلبت الطلاق يعني طبعا بينتصر المرأة هي فائت بعد شوية كتير بس برضو بينتصر المرأة عشان هنا بنقول ان احنا مش بندعم قوي فكرة ان اللي يتجوز اربعة ويقعدهم في بيت واحد وكده برضو يعني هنا في برضو نوع من انواع التمرد اللي حصل وان دي مش الحاجة الكويسة لا وهي كمان بيينت انه احيانا بيبقى في بنات بتبقى فهمة ان الخلطة المبهرة دي راجل متجوز سطوة نفوز ان هي هتعيش بالسعادة فهي حست برضو انها ما اخدتش اي سعادة معا اكيد ما هي بس هو بيحصل الفواءان ده بعد شوية فان هي فائت ورجعت وقالت لا وتمردت على الوضع ورفضته ده برضو اشارة كويسة ان احنا من نقول دور الدراما الممثلين في جعفر العمدة اعتقد كلهم نجوم ودي اعتقد يعني تحسب لهم كمسلسل يعني ما فيش دور مش مكتوب صح وما فيش دور محققش نجومية بخلاف حتى نجم الكبير محمد روح التمثيل عمتا السنة دي كله الحقيقة في كل المسلسلات رائع سواء من نجوم صف الاول اللي هم الابطال او اللي عاملين ادوار تانية او الوجوه الجديدة او الاطفال فانتي ماشيين مع التمثيل محقق هارموني حناخد اسماء بورسة النجوم خليها في الاخر طيب خليني كده اروح معاك واقول الثنائية ياسمين عبدالعزيز والعودي هل نجحت ايضا ان هي لانه الثنائيات احنا بنحبها وعشناها كتير يعني فيه ثنائيات كتير في الاعمال الفنية في السينما في التلفزيون هل ثنائية نكحة ما بين ياسمين والعودي نكحة طبعا ما نقدرش ننكر دوت السنة اللي فاتت كانت نكحة والسنة دي برضو كانت نكحة هم لاقين على بعض فيه كيميا طبعا بعيدا عن كيمية الحياة ان هم متجوزين هم كمان فيه كيميا قدام الكاميرا فنية الشخصيات اللي بيعملوها بتبقى شخصيات تقبليهم ان هم يبقوا بيحبوا بعض او في بينهم قصة حب جدا بس يعني اذا في حاجة تتقلهم ان السنة الجاية المفروض لو هيعملوا حاجة تالتة مع بعض او ربع يعني نغير الشكل شوي يعني نخرج من الاطار الشعلي نبعد عن العنف شوية نبعد عن العنف والاطار الشعلي نروح حاجة مختلفة خلاص لكن ممكن يكمله لا ايه كمين طيب لو احنا بنتكلم على مسلسلات تاريخية عندنا طبعا رسالة الامام يعني انا بعتبره اذا كان مسلسل ديني وانا هتكلم عن الامام الشافعي نحنا نتكلم عن رحلته الى مصر يعني السنين اللي عاش فيها في مصر وعاش مع اهل الفستات وفي ضمن ده كمان بنتعرف على فكره وعلى مذهبه وايضا على الشعب المصري وقتها ازاي كان بيتقبل الدين وبيتعلم ازاي كمان عندنا سره البيت عن قصة الاديب الكبير يوسف ادريس طيب رسالة الامام اولا هو مسلسل مهم جدا في توقيت مهم جدا فاذا احنا بقى اكتر من اربع او خمس سنين بنتكلم على تجديد الخطاب الديني فكان لازم يحصل مسلسل زي دوة نشوف فيه امام وسطي عنده قدرة على الاقناع بالمنطق وبالحجة وبالهدوء وبالصوت الواطي من غير عنف ومن غير تطرف في الافكار وفي الاراء وحد كمان بيراجع نفسه طول الوقت لا والابتسامة والسماحة بالضبط يعني الحقيقة يحسب خالد النبوي انه اداءه لكل شيء فيه سماحة فيه نورانية فيه ابتسامة بالضبط وهدوء يعني مش سهل ابدا ان حد يعمل شخصية امام او شخصية حد ديني ويعملها بالهدوء ده انا عايز اقول حاجة بخصوص الامام الشافعي الحقيقة من كذا سنة يعني في التسعينات تقدم مسلسل على تلفزيون مصري اسمه عصر الاامة والحقيقة الفنان راحل ابراهيم يسري برضو قدم شخصية الامام الشافعي كان برضو بنفس المنطق وبنفس الهدوء فدي برضو كانت تحسب لي لازم لازم نديله حق ودلوقتي ونقول ان هو برضو قدمها كويس خالد النبوي كان فاهم الشخصية جدا درسها كويس قوي جابها من منطقة فعلا شبهها وشبه اللي بيتقال عنها ماينفعش ان احنا نسمع اشعار الشافعي دي ونتخيل ان ده حد عنيف او حد متطرف او عصبي او كذا وعلى فكرة وكان عصر الاامة وغيرهم كمان من عملوا في الدين كانوا مثقفين وشعراء ويعني ده ما كانش شيء بالزبط ما كانش شيء جديد بالزبط خليها نطلع من المسلسل ده هل زي ما انا بقول انه انتصرت الدراما للمرأة هل اقول هنا تنتصر الدراما بين ان هي تاخد المسلسل ده لو انا في التربية والتعليم وعندي اطفال او حتى في الجمعة اعرض مشاهد من الامام مشاهد كتير فيها احوارات وفيها جدل وفيها يعني اشياء كثيرة تخص الدين اعرضها ويحصل فيها نقاش وندوات جرائق لو ده يحصل في تربية والتعليم انت استعين بالدراما يعني مش عايزة اقفز واقول ان بس رسالة الامام اللي ممكن جدا نقدمه للشباب الصغيرين والاطفال ونعلمهم المعنى الدين الحقيقي من غير تطرف ومن غير من ما يلجأوا الاماكن انت مش عارفة هم اللي جايبين المعلومات منين ويجوا مثلا ممكن بنتي مثلا تيجي تسألني سؤال انا ما بقاش يعني انت قرتي الكلام ده فين فتكون شافته على تيك توك ولا على فيسبوك او حي فلا هنا بتعلمي ان فيه نص متراجع ومتوافق عليه وتعرض فعلا على الشاشات ده معناه انه هو بيقدم معلومة صحيحة انت عارفة انا قلت البنت ايه قلت لها انت لازم تتفرجي على المسلسل ده لانك هتتلعي منه بمعلومات كتير هتفيدك لانه متقدم بطريقة فيها من اللطف والبساطة تساعد الاجيال طب انا حجري معيك عشان المخرج خلاص عندنا الكوميديا الكبيرة قوي السفارة وجات سليمة وعندنا مسلسلات اجتماعية مذكرات زوج وعلاقة مشروعة حقيقة الموضوعات كانت كتيرة ومختلفة الموضوعات كانت كتيرة ومختلفة والكوميديا نفسها تنوعت يعني الكوميديا نفسها لما تلاقي فانتازيا كوميديا او كوميديا اجتماعية او رومانسية فاحنا هنا عندنا تنوع في النوع نفسه وهم الحقيقة كلهم يعني اتقدموا بشكل كويس لدرجة ان الناس يعني كان فيه اتجاه ان احنا نعمل 15 حلقة فيه ناس قالت لا دا احنا كنا عايزين السفارة يكمل يبقى 30 لا دا احنا عايزين جات سليمة يبقى اكتر من كده من كتر ما هم مستمتعين بالحالة الكوميديا المتقدمة فيها وفعلا هم نجحوا حتى مذاكرات زوج وعلقة مشروعة بقى اذا جريت معاكي للاجتماعي احنا هنا شفنا بطلين بجد هم تعبوا السنين اللي فاتت في تقديم شخصيات جدا جدا فرحوا للحياة الاجتماعية فبدأوا يهدوا شوية يعني كانوا محتاجين جدا يخرجوا من اطار يعني انا الوقت بيجري معاكي سناء والعيد خلاص فعايزة ادي كده مين هياخد عشرة من عشرة من النجوم السنة دي خلد النبي ومنازكي دول اللي هيكلوا كحك العيد مبسيطين مين من النجوم الصف التاني هياخد عشرة على عشرة رشد الشامي مؤكد هلا صدقي هلا صدقي اديها وردو مش يعني ممكن دول بس فيه اعداد وطبعا فريق البحرية فريق البحرية هياخد عشرة على عشرة الاطفال مين من عمر شريف تحت الوسائق عمر شريف تحت الوسائق اكتشافه موهبة خطيرة جدا يعني اتمنى نحفظ عليها مين من زوجات العمدة تاخد عشرة على عشرة ايمان العصي ايمان العصي مين من من بقي العناصر من اخواته ياخد عشرة على عشرة احمد فهيم طبعا احمد فهيم اكيد مين حضر ولم نجده مش عايزين نزل الحد مش عايزين نقول بس فيه ناس حضرنا احنا ولم نجدهم مية عمر محتاجة تعيد حسابات هاتين تتمرن تشتغل اكتر على على نفسها يعني عايزة تكمل في التمسيق عنوان دراما عشرين تلاتة عشرين التجديد التطور القفزة الدرامية الهيلة اللي عشناها السنة المتحدة اعلنت عن مسلسلات عشرين وعشرين الحشاشين رأيك ايه في الاعلان يعني اللي هو قبل حتى انتهاء الصهر الكريم لاطة زكية يعني احنا خلاص خلاصنا دفع بنعلن عن اللي جاي والحشاشين احنا كنا مستنيين واستنيدي فأظن ان هيبقى فيه ترقب وانتظار كبير ليسا ان شاء الله الاستاذة النقضة الفنية شايماء سليم بشكرك شكرا جزيلا كل سنة وانتي طيبة ونفضل ان شاء الله مجددين ونفضل دايما بنتكلم عن فن جميل شكرا جزيلا